حالة من الصدمات والخلافات باتت تخيم على الأجواء الداخلية لحركة النهضة فبعد إيقالة أعضاء المكتب التنفيذي ذهب رئيس الحركة راشد الغنوشي نحو تجميد عضوية القيادة عماد الحمامي بتعلة مخالفته لسياسة الحزب وكان الحمامي قد صرح أن قرارات الرئيس قيس سعيد كانت زلزالاً وصدمة إيجابية وأن الغنوشي لم يستوعب رسالة الخامس والعشرين من يوليو التي لفظت الإخوان من المشهد تصريحات يبدو أنها لم ترقل الغنوشي الذي ما زال يحاول النجاة بنفسه أولاً والبقاء على رأس الحركة رغم الانتقادات الموجهة إليها من قيادات النهضة ما تأشه الحركة اليوم من أحداث وتطوراته هو ما يمكن اعتباره بداية انهيار القلعة القلعة حينما تنهار تتساقط حجرة بحجرة قبل أن يقع الانهيار الكلي مسألة مقاضات راشد الغنوشي ومسألة تجميد عضوية عماد الحمامي وبعض الموقف الصادرة من هنا وهناك ليست إلا بداية الانهيار في حركة النهضة حركة النهضة وظن أن الفعالين فيها مدركين لهذه المسألة تواجه حتمية زوالها وتعيش النهضة منذ تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه حالة من التخبط السياسي والاتصالي بسبب تراجعها شعبياً وارتفاع نسبة ثقة الشارع في قرارات الرئيس وغياب فرص الحوار السياسي الأمر الذي دعا الغنوشي إلى تغيير المكتب التنفيذي في محاولة لحقن جماء جديدة وإقصاء المنتقدين والخصوم المطالبين بتنحيته من الحركة مش مليوم حركة النهضة تعيش في صراعات داخلية وخير دليل على ذلك هو المؤتمر التوى ما موقع انعقاده هناك تجذبات فهمت كبيرة في حركة النهضة تعكس الحزب يعيش أزمة وهذه الأزمة انعكست سلباً على واقع البلاد والإخفاقات في البرلمان يأكد الحزب في أيامه الأخيرة وكانت حركة النهضة قد اعترفت بارتكابها أخطاء تسيرية في مفاصل الحكم مؤكدة أنها ستقوم بمراجعات لسياستها في مؤتمرها القادم في الوقت الذي تتحدث فيه عدة مصادر عن دعوات صريحة لمقاضات الغنوشي فيما تبحث حركة النهضة عن تموقع سياسي جديد بعد مؤتمرها المقبل تتعالى أصوات المعارضين والمنتقدين لسياسة الغنوشي والمطالبين بمقاضاته بعد الخطوات الأخيرة والتي يبحث من خلالها عن مواصلة ترأس الحركة نجلة أبو خريس الغد تونس